موسيقى صباح الخير لكل المشاهدين اليوم نهار الثانين 28 أذار مارش 2016 وعالم صباح جديد وفقرات جديدة من هلأ ولا غاية ساعة واحدة بتوقيت بيلوت شاء الله بنعاد على الجميع في الصح مجيد للجميع وين ما كنتوا عم بتابعونا شاء الله بتكون هالأعيات تحمل كل الخير لألكم ولكل أفراد عائلتكم واليوم لأنه كلكم قاعدين ببيوتكم راح نخصص معظم النهار اليوم لحتى ناخد اتصالاتكم مباشرة على الهوى مع معظم فقراتنا اليوم بستوديو عالم الصباح واليوم أكيد راح نفتح المجال لألكم انتوا كمان تقدروا تبعتوا معياداتكم على صفحتنا على الفيسبوك وهذا الشي حتى يتلكني اليوم الصفحة مفتوحة لمعياداتكم واليوم الأكلات بيننا وبينكم شايف طارق صباح الخير وينعاد عليك وعليك إن شاء الله ولأ عائلتك شو عنا اليوم طلياني وعليك دين كله كيف بيقولوا جويوس باك أو هابي إيستر بالطلياني شي باكو بحس لا ما فيه باكو ما فيه باكو يعني أو باكريز خلاص مش جاي نجربك نحنا أكلتك بعبره قراري هلا بزاك تاكله بس هلا بزاك هلاك لأكريز ومعضيك ايه شوف الرعادات عم برافقونا كمان اليوم بهالطقس كمان هيدا راكت الخيرك يا ربي الحمد لله راح نبدأ اليوم لحتنا نشوف شهن محطاتنا بحالة اليوم من عالم الصباح منتابع الأبراج مع كارمن ريوة بتستقبل اتصالاتكن وبتجاوب على أسئلتكن باع ساحة السلامة اتصالاتكن وأسئلتكن مع كارلا بخفيف ونضيف وقفة خاصة مع دكتور ألفريد كارم وبروباياتيك بلاس كندة بتتلقى اتصالات المشاهدين وبتجاوب على أسئلتهم بأرض وورد مايا بتستقبل اتصالاتكن وأسئلتكن بولادة بالدنيا ضيفتنا بتعرفنا على النشاط الخيري Where at once أخطاء التواصل موضوع تانية بيخلينا نحكي ورشة ملح مع الشيف طارق على وصفات جديدة وشهية وأول بحطة معنا بعالم صباح مثل العادي مع كارمن والأبراج بصفتكم بالخير اليوم الثانية 28 أدار مارس اليوم كمان بدي عيدكم عيد الفصح المجيد وقالكم إن شاء الله دايماً أيامكم حلوة وكل عيد اليوم الأمر مرافقنا من برش القوس الناري لفترة 3 أيام متتالية والأجواء رح بتكون بها 3 أيام رائعة للأبراج النارية عم نحكي عن موالي برش الحمل القوس وأيضاً لموالي برش الأسد كيف رح بيكون نهارنا مبلش مع برش الحمل مولو برش الحمل اليوم عندك والعاني الأجواء رائعة جداً من الأيام الرائعة يلي صار له تقريباً مولو برش الحمل حوالي 5 أيام 6 أيام هلكين وتعبين وما في شيء ظابط اليوم هو نهار بتعود فيه عن كتير من التأخير والخسائر الأكثر حظاً هو مولود 6-7 نيسان أبريل بالإضافة لموالي شهر أدار مارس ننتقل إلى برش الثور مولود برش الثور اليوم وكأنك بتصحى بتفيق من غفوتك بتفيق على عد المشاكل يمكن حتى تشوف شو اللي صار من الخسائر في اليومين السابقين ولحتى تشوف كيف دك ترجع تضبط الأمور اليوم هو نهار لعادة المياه لمجرها الطبيعي بحياتك الشخصية العاطفية المالية المهنية إلى آخره اليوم نهار شغل بعد مولي برش الثور يمكن يكونوا كتير تعبنين أو يمكن يكونوا حتى شوي مريدين الأكثر حظاً بالرغم من هالشيء بيظلوا 6-7 و 8 أيار مايو منكمل مع برش الشوزاء بالنسبة لبرش الشوزاء الأجواء اليوم تتحدى المنطق عند مولو برش الشوزاء اليوم مولو برش الشوزاء بيدي خلقه وفجأة يكون عنده ردة فعل احتمال يكون اليوم انت انفي عالي ويمكن حتى يكون فيه احتكاك بينك وبين الآخرين نهار متقلب المزاج في مولود برش الشوزاء فانتبه عدل العشرة لحتى ما تخسر صديق أو رفيق الأكثر عرضة لهالمشاكل هو 7-8 حزيران يونيو منكمل مع برش السرطان بالنسبة لبرش السرطان مش بس اليوم بانتظارك 3 أيام فيهم شغل فيهم ركض فيهم مسئوليات وفيهم تعب بعض موليد برش السرطان يمكن عم يهتموا بأحد الوالدين بعض موليد برش السرطان يمكن يكونوا عم يبلشوا بشغل جديد أو عم ينطلقوا بصفحة مهنية أو صفحة جديدة الأجواء المتعبة بجميع الأحوال وبيضلوا الأوفر حظا نسبيا هو مولود 10-17 تموز يوليو منكمل مع برش الأسد بالنسبة لبرش الأسد أنت اليوم رائع من الأبراج الكثيرة الحظ اليوم مولود برش الأسد أنت تشايف حالك مبسوط معرم ومعك حق 3 أيام وراء بعضا الأجواء حلوة كتير عند مولود برش الأسد هلأ فيك تقعد ما تعمل شي فيك ترتاح تاخد إيجازي وطبعا هيدا هو أكتر غلط الإنسان بيعمله لما بيكون الحظ حلو لأنه بهيك نهار مش بس اليوم في 3 أيام وراء بعضا محظوظ أنت جدا بهيك نهار بيحللك وبيفكلك أكبر عقدي اتحرك اليوم قوي قلبك ما تخلي موعد ما تاخده به 3 أيام الأكثر حظا مولود تموز بالإضافة 8-12 أب أغسطس ما نكمل مع برش العذراء مولود برش العذراء اليوم وبكرة وبعد بكرة مولود برش العذراء ما طالع بيله يشوف حدا ما طالع بيله يسمع صوت حدا اليوم مولود برش العذراء مزاجي شوي منك مرتاح تعبين أو بتتعب بسرعة بتروح على البيت صاريخ الولاد انزعاج الطبخة مع عاجبتك يمكن تفش خلقك بأقرب الناس لإلك وهنا يكمن الخطأ دا تروح على شغلك أو على بيتك وتطول بيلك عليهم لأنه بالأماكن يلي أنت تشعر فيها أنك مرتاح يلي هو المكتب اللي أنت قاعد فيه أو البيت اللي أنت قاعد فيه هونيك تظهر المزاجية فبدك تطول بيلك شوي على حالك الأكثر تعبا 32 أيلول سبتمبر ما نكمل مع برش الميزان مولود برش الميزان اليوم فيلسوف اليوم وبكرة وبعد بكرة عندك أفكار كتير كبيرة كتير مهمة كرييتف وأرتيستيك اليوم مولود برش الميزان إنسان شخص قادر منه يقطع محيطات ويتواصل مع الآخر بفكرة بإلهام يمكن حتى بطريقة جديدة تخترع بالك طبعا الدراسة منيحة المعاملات منيحة المفوضات منيحة كل شي في تواصل مع الآخر بالحكي بالكتابة بالأفكار حتى باللقاءات والاجتماعات كله ناجح جدا إلا عندما ولي 13 و14 أكتوبر كونوا حذرين انتبهوا من المشاكل ومن التسرع منكمل مع برش العقرب بالنسبة لبرش العقرب الأجواء اليوم معقولة تحمل لك بعض المصاريف فبعد عن المشاكل مولود برش العقرب أحد الأشخاص أو لسبب ما هناك مصروف إضافة فبعد على هالأمور بقدر المستطاع إذا بتقدر وانتبه لمسائل صحية بيضلوا الأكثر حظا 13-18 تشرين الثاني منكمل مع برش القوس ثلاث يام وراء بعض الأمر موجود ببرشك ثلاث يام وراء بعض القوس هو نمبر ون بلائحة الأبراج القوية وبالتالي بلائحة كل الأبراج بين اليوم والأربعة ضوء أخضر أو ثلاث قضوية خضر أو ضوءين خضر بيفتحوا لك مجال لحتى تقرر تغير وتدخل لحياتك شيء جديد لكن ضلك حذر 28-30 نوفمبر 8-9 ديسمبر كانون الأول منكمل مع برشة الشدي مولو برشة الشدي نبهتك أنه الأجواء صعبة مش بس اليوم اليوم وبكرة والأربعة أجواء سفر ما فيك تتكل فيها على الحظوظ بالمرة بتيتا انتبه لحالك لصحتك ولنفسيتك بعد عن المنافسات وما تعمل حالك بطل على الإطلاق تخبى بيكون أحسن الأقل حظا 7-8 و 9 كانون التاني يناير مننتقل لبرشة دلو بالنسبة لبرشة دلو ثلاثيام حلوين كتير بتهيس فيهم بتحتفل فيهم بتفرح فيهم وبتعود فيهم عن اليومين الصعبين شوي اللي ما رأوا اليوم مولو برشة دلو عشرتك حلوة صداقتك حلوة في دعم بنت إثارك فما تستحي إذا بدك شي من حدا إذا بدك خدمة من حدا دق الباب اللوفر حظا 19 شباط فبراير منكمل مع برشة الحوت بالنسبة لبرشة الحوت ما تفكر أنه هيدا نهار كيف ما كان ثلاثيام وراء بعدها مولو برشة الحوت أنت تحت الأضواء الإيجابية بمعنى أنه فيه احتمال وصلت لك الفرصة لتطرح فكرتك أو لحتى تفتح الباب بدك تكون زكي محضر حالك إذا واصل لهالنقطة من الزمن بهالسنة إيد من قدام إيد من وراء ما معك خبر مش فهمين مش داري سمشو محضر يمكن تخسر الفرصة الأقل حظا 1 أدار مارس الأوفر حظا 19-11-12 أدار مارس بختم مع مولود اليوم بنتظار مولود اليوم سنة كتير حلوة لأنه هيدا السنة بتفتح قدامه باب سفر باب تعارف باب ثقافات مختلفة cultures جديدة فيه نوع من تقدم مهم جدا مختلف عن كل التقدم السابق هيدا السنة بتعيش فيها تجارب جديدة نسان أبريل أب أغسطس ديسمبر كانوا الأول أفضل أشهر إلى اللقاء بكرة أبراج جديدة باي باي إن شاء الله يا رب تكون كل العائلات مجموعة مع بعضها ومنعرف أنه حتى مع الصعوبات الجغرافية ستكون كل العائلة بتقدر تكون مع بعضها عبر كل وسائل التواصل الاجتماعي يعني حتى لو كنتوا وينما كان فيكن تعايدوا بعضكم بس بضل أكيد الجمعة على الطاولة الوحدة هي أحلى شيء العيد إن شاء الله بيكون مجيد للجميع وخاصة أنه هالفترة رح تضل يعني فترة أعياد طويلة بقى أكيد خليكن معنا بعد لحظات رح نكون مع اتصالتكن خليكن معنا اشتركوا في القناة